يا أخواني أبشروا فإن الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله الله أكبر يعني رب العالمين لما خلقنا يعلم ضعفنا ولذلك يقول في الحديث القدسي أذنب عبد ذنبا لاحظ أذنب عبد ذنب كلنا ذاك العبد الذي يذنب فقال رب اغفر لي فماذا قال الله قال أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب نعم إني غفرت له ثم أذنب ذنبا قال رب اغفر لي قال علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب غفرت له ثم الثالثة ثم الرابعة فلما أذنب الرابعة قال علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب إني غفرت له افعل ما شئت فإني قد غفرت له الله أكبر يعني طبيعة النفس البشرية الخطأ الخطأ حاصل لا بد تخطئ ومن الذي لا يخطئ كل الناس يخطئون ولكن من خير الخطائين التوابون لكن أحبابي عندما قال الله جل وعلا لعبده افعل ما شئت فإني قد غفرت لك ما هو معنى ذلك أني يواصل في الذنوب لا قصده افعل ما شئت من الذنب فبما أنك تتوب فإني سأغفر لك الله أكبر ها هنا يعني بما أن لسانك شغال فلتر شغال محطة تنقي للذنوب يا أحبابي والله أنا أسأل نفسي وأسأل الأخوان يا أخوان باقي لنا عذر يا أخي طوق النجاح الله علم أنك تذنب وأنك تذنبين وأنك تخطئ وأنك تخطئين وأني أرتكب معاصي وترتكب معاصي وكبائر وصغائر ولمم ولكن بما أن عداد أو مساحة الذنوب شغالة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فإنها تذهب الذنوب ولذلك الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغان على قلبي يعني انقبض القلب أحيانا من كثرة خلطة الناس والجلس مع الناس يقص القلب أحيانا ما علاج هذا الغان وهذا الران وهذا الضيق وهذه القسوة فأستغفر الله استغفار حتى كان عليه الصلاة والسلام في مجلسه الواحد يحسب له من اللهم اغفر لي سبعين مرة بل ويستغفر في المجلس مئة مرة وإذا جلس في المجلس وقام علم أصحابه أن يقولوا سيدا أن يقولوا كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كل ذنوب المجلس تكنس وتغفر ما يبقى لعذر ولذلك يقول بعض أهل العلم كيف يدخل عبد النار وقد أعطاه الله طوق النجاة منها وفتح له باب المغفرة بل أحبابي حديث والله من قرأه متأملا والله إنه ينكسر ويبكي بين يدي الله العظيم الجليل ماذا يقول يا ابن آدم اسمعونا أحبابي حديث صحيح يا ابن آدم اللي يناديك ربي اللي يناديك هو اللي خالقك هو اللي عارف وش سويت وراء الباب وتحت الباب وتحت البطانية ويوم استترت عن الخلق الله يعلم والأرض تشهد واليد تشهد قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني شرط بس لا بد حقق العبودية دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي الله أكبر يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك الله يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أو نعم قراب الأرض لو أتيتني نعم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض الكرة الأرضية من أمريكا إلى الصين جيته بذنوب مليانه أكثر من حص الأرض ومن رمل الأرض ومن جبال الأرض أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي الله أكبر يعني هنا الشاهد من الحديث لو بلغت ذنوبك على ناس السماء ثم استغفرتني الله أهو لغفرت لك ولا أبالي طيب شيخنا هل ممكن أن الله سبحانه وتعالى يعذبنا ونحن نستغفر الله أكبر جميل سؤال رائع يا أبو عبدالله يعني الله جل وعلا كما قال أهل العلم أن الله جعل للأمة أمانين الأمان الأول أن لا يعذبون وجود محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام وما كان الله معذبهم وأنت فيهم هذا الأمان الأول لكن محمد صلى الله عليه وسلم مات بقي أمان يجعلك ما تقع تحت عذاب الرحمن ولا تحل بك المصائب ولا القصاص ولا آثار الذنوب ما دمت وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله أكبر دام الإنسان يستغفر فهو في حرز دامك تستغفر فأنت في حماية الله لأنك كلما أذنبت كأنك تقول يا ربي عبدك الضعيف يا ربي أنت أعلم ضعفي ضعفت أخطأت أجرمت يا ربي وكذا جلت يا ربي اغفر لي فتحقق يقينا أنه سيغفر لك الله أكبر القضية المصيبة أنك تذنب ولا تستغفر تذنب ويجي الشيطان يقول له ذنبت أمس واليوم تستغفر أنت وإي وجهك من تبكى في التوبة أنت الله لا يغفر لك ولذلك عبد طائع منيب مصلي آمر بالمعروف ناهي عن المنكر متعلم واعظ يعظ رجل ومل من كثر ما يعظه ومل من كثر ما يدعوه فقال له والله لا يغفر الله لك لاحظوا الجريمة الكبيرة واحد صالح يقول الواحد عاصي والله لا يغفر الله لك ماذا قال الله غضب الله غضب الله فقال من ذا الذي يتألى علي من هذا اللي يتعدى علي ويقسم على كيف تنت الجنة ولا المغفرة يا عبد الله كيف إني قد غفرت له وأحبطت عملك فغفر الله لمجرم عاصي مذنب يعلى من في قلبه التوحيد وأحبط عمل طائع مستقيم داعي آمر بالمعروف لأن التعدى على الله من اللي يمنع من رحمة رب العالمين من الذي يستطيع أن يغلق السماء أن تنزل منها رحمات ربي الله غفور الله رحيم الله ودود الله فتح بل إنه يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار متى حتى تطلع الشمس من مغربها الله أكبر بكلامك هذا يا شيخ تشعرنا برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى يشعر الإنسان بالأمان يشعر بأن الله سيغفر له وسيحقق له مراده بمجرد أنه يعود له ويستغفر يقول أحد السلف ما ألهم الله عبدالا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه هل بمجرد أن الله سبحانه وتعالى يذكرني بأن استغفر هل معناه أن الله يحبني ويريدني أن لا أعذب ما يفعل الله بعذابكم إن آمنتم ماذا يفعل الله بعذابنا أحبابي الله خلقنا لعبادته وهو أرحم بنا من أمهاتنا وأرحم بك من نفسك الله جل وعلا من رحمته أن جعل للرحمة مئة جزء تسعة وتسعين عند ربي وجزء واحد بيننا كلنا حتى البهائم معنا الله على عرشه قد استوى وبان عن خلقه واستوى استوى أن يليق بجلاله جل وعلا وكتب عنده على العرش كتابا كتب فيه إن رحمتي غلبت غضبي وفي رواية سبقت غضبي نعم إذا ألهمك الله الاستغفار والإنابة معناها أن الله أراد بك خيرا وإذا كان قلبك لاهي غافل نس الله فأنساهم أنفسهم إذا نسي الإنسان ربه ما استغفر ما أناب الآن نحن في آخر ليلة نصدق بعضنا إلى الآن إلى الآن ما هو بغي يتوب إلى الآن ما هو بغي يحرك لسانها بالاستغفار هذه الليلة لربما اعتكافها أو قيامها قيامها لما يقدر اعتكافها قيامها والمكث بالاستغفار والدعاء والإنابة يا رب يا رب لربما أعطاك الله ما أعطى السائلين في رمضان كله الله أكبر الله كريم الله رحيم ولذلك عرض الله المغفرة لمن لمن كان مجرم مع سبق الإصرار والترصد مجرم مجرم إليه إذنه مجرم قال الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرف أسرف يعني سنوات طوال في المعاصي يشرب خمر يعق الوالدين يتجده مجرم لربما مسلم المسلمون من لسانه ينظر الحرام يسافر سفريات أما آن لك أن تؤمن ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أما تعود الآن أما تنكسر فتقول أستغفر الله لكن بشرط أحبابي أستغفر الله ليست قولا باللسان ليس قولا باللسان يمكن أضربك وقول استغفر الله وأضربك ثانيا واستغفر الله ما استفدنا من استغفر الله هذه إذا كان الإنسان لم ينعقد قلبه مع لسانه عليها استغفر الله استحضار للذنب الذي أريد أن أطلب المغفرة منه ثم استحضار الذنب ثم استحضار العجز أني يا ربي حاجز ثم استحضار أنه السيد العظيم وأنت يا ربي أنت الحليم وأنت القدير وأنت القوي وأنا عبدك الضعيف الذي من ضعفي وجهلي تجرأت عليك وأنت بيدك رزقي وما وما بكم من نعمة فمن الله استحضار هذا ثم تحريك اللسان مع تواطئ القلب بالاستغفار هذا الاستغفار الذي ينفع صاحبه وإلا فإن بعض الاستغفار يحتاج إلى استغفار الآن ربما نستغفر ونحن رايح للذنب نستغفر ونحن في مجلس نغتاب ونعرف أنها غيبة ونستغفر ونكمل الغيبة نعم ويأخذ الطعام يكبه في الزبال قال أستغفر الحمد لله هذا مجرم في حق نفسه نعم يغتاب يلعن يجتم وتقول له يا أخي لا تلعن يقول أستغفر الله الله ثم يلعن يعني ما ينفع استغفار هذا هذا ليس استغفار هذا نوع من أنواع السخرية ليس استغفار نقطة مهمة ذي شيء ولذلك بعض الناس أيضا استغفر وليس ليطلب المغفرة لا سمع آية آية قول الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا نعم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فبعض النساء الآن تقول الله أنا استغفر عشان أتزوج نعم أنا استغفر عشان أنجح أنا استغفر عشان يجيني ولد هذا يستغفر يريد مالا نعم الله يعطي المستغفرين هذه النعم لكن بشرط أن يكون الاستغفار بقصد المغفرة من الذنوب ما هو بالاستغفار عشان أتزوج أن تستغفر لأنك مذنب مرور الإنسان في ساعة دون أن يذكر الله فيها يحتاج إلى استغفار نعم ولذلك لاحظوا في دورة المياه إذا دخل الإنسان الخلاء هل يجوز يذكر الله؟ لا لكن إذا خرج أول ما يخرج يقول غفرانك غفرانك منيش؟ لأنني في فترة الخلاء الحمام انقطعت عن ذكرك فأنا الآن أخرج من الحمام أقول أستغفر الله أني هل عشر دقائق السبع دقائق دقيقتين أني خلوت فيها عن الذكر سبحان الله يا أخي نحن في بعضنا أعمارنا كلها يحتاج غفرانك حياتك كلها غفرانك بعد طلوعه من السيارة غفرانك وبعد طلوعه من البيت ومن المكتب ومن غفرانك ومن الاستوديو غفرانك لأن الإنسان يحتاج إلى أن يغفر له ولذلك أحبابي من أراد أن يستفيد من الاستغفار فليستحضر وهو يذئ وهو يستغفر رحمة الله ولطف الله وستر الله مع حضوري في ذهنه الذنب والذنوب اللي الله جل وعلا ترى فيه ذنوب كثيرة بعض يقول الله ما أذكر ذنب الله يعظ مجر كنت ما تذكر ذنب اليوم بس ولليك خمس وعشرين سنة وانت مزفي الله مستعان كم من ركعت تكبيرة حرام راحت وكم من صلاة راحت وكم من مشاهدة عين حرام وكم لفظه وكم خاطرة وكم 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 لو الإنسان أحبابي قضى عمره كله يستغفر والله لا يكافئ نعمة واحدة من نعم الله التي أنعم سبحانه طيب شيخنا الآن أنا أستغفر الله سبحانه وتعالى عما مضى من ذنوبه معاصي وآثام أريد الله سبحانه وتعالى أن يمحوها لكن في المستقبل طبيعة النفس البشر لأني أختي أذنب وقصر فالبعض ممكن يقول أنا أستغفر على الماضي لكن المستقبل أنا أسلح من الله أن يستغفر ممكن في المستقبل أعصي وأذنب يعني هل هذه من حيال الشيطان وهل هذا فكر صحيح هذه من حيال الشيطان أعطيك مثال لو الآن استغفرت فمت الليلة الله يمدكم بطول العمر على الطاعة أو مات الإنسان خل بعد أسبوعين إنسان غفر الله لا استغفر فقبل الله منه فبدأ بالذنب من أول أيام العيد ومات خمسة عشر عشرة كم يحاسبك الله عليه على خمسة عشر يوم فقط سبحان الله العظيم فقط وما مضى وما مضى عفاه إذا قبل فقد غفر لك لا إله إلا الله سبحانه الرحيم الله أكبر عرض إلى أن ذنوب أربعين سنة بدمعة استغفال واحدة وبانكسار بين يدي الغفور من سمائه وصفاته غفور يغفر يستر بل ويبدل الذنب حسنات لذلك يقول لي خاف يا شيخ أرجع للذنب لو رجعت للذنب فإنك تقول أستغفر الله فينادي الله يناديك علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب أشهدكم أني قد غفرت له أو أني غفرت له لذلك إياك يأتي الشيطان وهذا ترى ملحظ مهم أبو عبد الله من بعض الناس الآن يقول أنا استحيت من ربي والله ما لي وجه هذا مع أمي وممك وبوي وبوك واخوي واخوك ومع جيران نستحي منهم مع المخلوقين لأن المخلوقين مهما أنت لو تخطي مرة وش يقول لك حتى الآن أطفالنا إذا أخطى وش تقول له يا أفلان آخر مرة أنتبه أخطى ثانية أتوب أتوب الثانية تستاهلها الثاثة ثابتة الثاثة الثاثة يعطيك كف يوصله لجنوب المملكة وش يقول له يقول أنا سمعت لك الأولى الثانية هذولي المخلوقين مساكين أما الخالق جل وعلا لو تذنب مليون ذنب وتتوب مليون توبة وتذنب مليار معصية وتتبع كل معصية استغفار نصوح يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة نصوح تستغفر فإن الله يقبل يقبلك الله أكبر ويغفر ذنبك ويستر عيبك ويجعل ما مضى حسناك هذا لأنه الله سبحانه هذا لأنه الغفور لأنه الرحمن لأنه الرحيم لذلك إذا جاءك الشيطان يقول لك ما تستحي من الله قل لله من حيائي من الله أني كنت عصيه بنعمه يعني لي أنظر حرام يا أخواني رأى الحرام به أشبع عيونه نعم طيب يا أحبابي لو أن الله من رأى بعيونه حرام أخذ العيون منه كم أعمى في الرياض كم أعمى في القريات كم أعمى في جدة مصيب لكن الله أغفور نعم طرح من رحمة الله أنه أملأ لنا من رحمة الله أنه حليم نعم هو حليم لكنه إذا أخذ الظالم لا يفلت لذلك من حلمه أن دامه من تقم منك إلى الآن بسرعة استعجلوا عجلوا سابقوا سابقوا وستعوا نعمة والله نعمة أن الآن نحن في ذنوبنا ترى ذنوبنا اللي عندنا لو يعرفون الناس عنها ما سلموا علينا صادق الله صادق ولو للذنوب روايح ما حد جلس بجوار أحد لو تغتسل بالبحر الأحمر الحمد لله على الستر لكن يا ربك ما سترتنا فاغفر لنا ولذلك هذه فرصة ونحن في آخر ليلة وفي يوم رمضان ولربما آخر ليلة من رمضان ولربما تكون ليلة القدر من رمضان واشتبي أزياء من الموسم ومعنى ذلك الدعاء في رمضان الدعاء مستجاب قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم ترى ربي لولا الدعاء لندعيه لاستغفار لنستغفره كان من زمان لو يأخذوا الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة هذه أحبابي عرض إياك يجيك الشيطان يقول أنا أذنبت أذنبت طيب عندك رب اليوم أذنبت الله ما يعلم بذنبك بلى قادر يأخذك نعم قادر يبطش بك نعم قادر يسلب عافيتك نعم لماذا تركك يبغاك لاستغفر يمهلك يريدك لاستغفر الله استغفر عد إليه استغفر ولذلك أحبابي في حديث يرويه الصديق والحديث هذا من أحبابي يحفظوه بقلوبكم نعم يقول من أذنب ذنبا ثم قام فتوضع أحسن الوضوء ثم صلى ركعتيني ثم استغفر غفر له لا إله إلا الله أعد شيء من أذنب ذنبا نعم ثم قام إلى الوضوء فتوضع نعم ثم استغفر ثم صلى ركعتين نعم صلى صلى ركعتيني يعني إذا أذنبت رح توض وصل ركعتين ويقول رب اغفر لي غفر له لا إله إلا الله يقينا والحديث صحيح غفر له أحبابي مو بيمكن يغفر له يغفر لك لا إله إلا الله رب كريم عرض عظيم ما دري ليه الناس يدخلوا لنا الحديث صحيح والحديث صحيح والحديث عن الصديق رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر حسن مجموعة من لعماك الحديث صحيح الله يا أحبابي غريبة هذه بشائر الشيخ هذه بشائر نهيب ترى من بشر بشائر من رب البشر الله جل وعلا خذ هدية نبوية من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه هذه ترى الرواية الصحيحة من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وعند ذنب قاعد يستغفر منه غفر له ولو كان قد تولى من الزحف لا إله إلا الله يعني لو كان يقاتل تولي من الزحف موبقة من الكبائر من السبع الموبقات ومع ذلك يعني قدام يقاتل الناس وهج رمس لاحه وتركنا المسلمين وادخلوا الكفار علينا أو أنه سبب في خسارة المؤمنين أو غيره كبيرة خيانة هذه الخيانة لو قالها الإنسان بهذا وتاب وأناب وقال هذا الذكر غفر له استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رددها ثلاثا رددها سبعا رددها دائما أيضا خذ الهدية النبوية التي بعدها هدايا كثيرة أحبابي في ذكر وتحفظونه لو تقول هذا الذكر الصباح وتموت قبل المغرب وجبت لك الجنة يا الله ولو تقول بعد المغرب اليوم ثم تموت قبل غروب طلوع شمس الغد وجبت لك الجنة والحديث صحيح وهو سيد الاستغفار من قال حفظين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شري ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها في الحديث موقناً لاحظوا الشرط موقناً موه بهذه الزلسان موقناً من قلبه لا إله إلا أن تحقيق التوحيد خلقتني ربوبية وأنا عبدك ألوهية وأتعبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت يعني يا ربي تراحيناً ما أقدر أنا ضعف عندي نفس وعندي شيطان وعندي هوا وكل واحد منهم من شغال علي يا ربي أنا ما أدري والله الشيطان زينها لي ومر نفسي ها خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شري ما صنعت أعوذ بالله من الكبيرة وللذنب الذي فعلته ثم تبدأ تفوض الأمر إلى الله أعوذ بك من شري ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أتذكر النعم اعتراف النعم واعتراف يا ربي أنا ما قدرت أعصيك إلا بنعمتك ترى أحبابي بدون نعمة الله ولا ما نقدر نعصيه إيه والله أنت الآن يوم تضرب الرجال طاقة بيدك هذا عشان الله محرك ليدك رأيت الحرام باليوتيوب هذا لأن الله أطلق لك العين تمشي للحرام بقدميك يلي بتسافرون خارج بتسافرون إن شاء الله ليس كل اللي يسافرون عصات لا كثير من المسافرين إلى خير ناس فيهم خير وسياحة طيبة لكن بعضهم لا يريد نقول اللي رايح سياحة مهم مضبوطة لو لا نعمة الله وعافية الله تقدر تسافر تعصيه لا استحيي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني أعود فأقول إذن البشائر النبوية رددوا سيد الاستغفار رددوه رددوه فإنكم تفتح لكم أبواب الجنة يعني فقط أن تموت بعد قوله وجبت لك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قلوبة اللهم أمين نحن نبغى أن نكون عمليين أكثر نحن سيد المشاهدين الشيخ ونستغفر الله سبحانه وتعالى من الآن نقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه وسيد الاستغفار كما ذكر الشيخ خلونا نكون عمليين أكثر ونطبق لعلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا في هذه الليلة المباركة وزي ما قال الشيخ هدايا وبشائر من رب العالمين الله سبحانه وتعالى لما يلهمنا الاستغفار فهو الله ما يريد أن يعذبنا خلونا نبادل ونتوكل على الله شيخ ناء فيه أنا ما أدري عن صحة الحديث هذا اللي هو الشخص إذا أذنب هناك من يكتب عليه لكن بعد ست ساعات قيل نعم هذا الملك الملك ملك السيئات طيب هلأ الحديث صحيح حديث صحيح وش الحديث شيخ؟ يعني أن ملك الحسنات يبادر بكتابة الحسنة إذا فعلتها غنيمة الحسنة على طول على طول إذا أذنبت من رحمة الله لأنه الحليم نعم ينظرك ملك السيئات قبل كتابتها ست ساعات عل لك أن تتوب عل لك أن تستعتب تدري ليه؟ أن الرحمة باقية نعم لعلك تتوب عشان تكتب ماذا؟ تكتب حسنة الله أكر السيئة تكتب حسنة هو فقط أنها تغفر الذنب لا إله هو ليس فقط لأنه سيمسح أو لأنه يكتب لأنك في هذه الفترة إذا لم تكتب عليك سيئة فاستغفرت انتقل كتابك من كتاب السيئات إلى كتاب الحسنات رحمن رحيم ورحمتي وسعت كل شيء سبحان الله العظيم يعني الآن أنا أذنب الملك يمهلني ست ساعات نعم حتى أستغفر فإذا ما استغفرت كتبت علي كتبت سيئة واحدة سيئة وإذا استغفرت محيت وبدلت بدلت إلى حسنا انتقلت من خانة السيئات إلى خانة الحسنا لا إله إلا الله ومجرد أعمل حسنا مباشرة تكتب حسنا تكتب إلى عشر حسنات لا إله إلا الله أحبابي عروض عجيبة عرض رباني عرض رباني إلى التوبة أحبابي التوبة بابها لا يغلق ولكن الذي كبلنا عنها أنفسنا الأمارة بالسوء شيطان يجري منا مجرى الدم رفقة سوء حولنا إذا الإنسان أراد يستغفر فتح الشيطان له أبواب ذكره بذنوب ذكره بإرشيف من شروطي أن تستغفر أن تبتعد عن البيئة التي تلوثت بها من معصية يعني واحد مع جوال الآن وفيه صور مهي مضبوطة طيب عشان تستغفر لابد أن تزيل المنكر لابد حتى تفتح صفحة جديدة تبعد أنك الملوثات بعضهم لا زال حافظها في الاستيديو وبعضهم حافظها بأرقام وفي ملفات معنا ذلك يا أخي وأنت يا أختي إذا في معاصي لازلت أن تتل يقول واحد والله استغفرت لكن لا أشعر بالإنشراح اللي تذكرونه ولا أحس أن الله غافر لي ولا أحس أن الله تاب علي ويبكي يا أخي توبتك ليست نصوح واستغفارك يحتاج إلى استغفار الاستغفار ليست تحليك اللسان لابد من إزالتي ما علق بنا من الذنوب لأن بعض الناس الآن مع ربع كل يوم في رمضان مضيعين لرمضان من يوم يصلي التراويح ومعهم إذا صلى مشغلينا مشغلينا وراسهم عسل وراس شيشة وصك أو أك والله يصلح قلوبهم يديم ولعب ودخان وصكات بلوت ومشاهدات بعض القنوات اللي مهم طيبة وهذا يوري هذا صورة مره وهذا يوري يقول الله يا أخي ما أقدر أصبر عنهم إذا أنت لا تريد التوبة نعم وإني لغفار الله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا بس لا بقي وحدها هي أهم ثم اهتدى ثبت الهداية لابد حتى تكون الطلب المغفرة من الله يعني الآن يا شيخ لو واحد يريد إجازة وقالها المدير قال له والله بعطيك الإجازة بس غيابك كثير أنا بعطيك الإجازة بس يا أخي تخليت لها إجازة تماخذها بيبناك طيب وش يقول أهلا إن شاء الله ها خلاص آخر مرة آخر مرة طيب عطاه الإجازة جاء أضاف على إجازة سبعة أيام من عنده من كيسه وش يقول ما أعلمتك أنت أصلا لما قلت إن شاء الله أنا من أنت منت ابناء والتوبة أنت ما نويت أن تقطع الإرشي في الماضي لذلك أحبابي من أراد أن يتوب فيتوب الله عليه يعمل صالحا بعد الاستغفار ويثبت على هذه الهداية حتى تثبت له المغفرة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وإذا أذنب يستغفر مرة أخرى طيب شيخنا الله سبحانه وتعالى يقول كما ذكرت قبل قليل فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموالي وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هذه واضحة وهي من الفضائل في الاستغفار لكن في آية أخرى فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفر ربكم ثم توبوا إلي يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم الله أكبر القوة هذه الآن الناس يعنوا من الضعف يأما كبير السن يأما مرض يأما القوة هذه إيش معنىها القوة قوة قلب قوة روح قوة لمصادمة الحياة وكروبها لو تنزل عليك ألف مصيبة وأنت مع الله دائما في لسانك أستغفر الله مهما بلغت مصائب الدنيا لو أبناء كلهم قد رحلوا بين يديك والله ما ينصدع قلبك ولا فؤادك ولا يتضعضع إيمانك الله أكبر قوة روح قوة إيمان ثم معها قوة بدن ولذلك قوة البدن الإنسان المستغفر الاستغفار الصحيح هو الإنسان يذنب كلكم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتاه الأعمى ماذا فعل؟ عبس نعم لامه القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى لكن هذا هذا خطأ بشري نعم خطأ بشري رسول الله عليه وسلم معصوم فيما يرويه عن الله لكن قد يخطئ خطأ بشري ويعود عليه الصلاة والسلام عفى الله عنك لماذا أذنت له؟ ليتأذن للمنافقين في غزوة تبوك الله لامه في القرآن لكن قدم له العفو عفى الله عنك ترى يعني ما فإنك في داخل العفو وهو خير الوراء فالإنسان يخطئ الخطأ الأنبياء طبعا يخطئون الخطأ البشري أما فيما بينه وبين الله لا خطأ والوحي الذي لا خطأ لأنه معصومون صحيح نحن نعود إلى الخطأ البشري يا أخي إذا أخطأت إذا أخطأت فعد الله عطاك دوحة الله عطاك جنة الله عطاك حديقة الله عطاك ظل يظلك فيه كل استغفر الله لكن بقلب صادق والله لو تقول استغفر الله قبل الظهر صادق ثم تذني بعد الظهر غفر لك فإذا استغفرت من الذنب اللي بعد الظهر قبل العصر وانت صادق استغفارك ها فتح لأن يا أخوان الله عندما خلق نعم خلق الإنسان أنزل معه عدوا يرافقه ويخالطه ويساكنه ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم ولا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا أخي إبليس معك دائم الشيطان معك قدام وراء يعني الله سبحانه تعالى يقوي عزيمتك المراد بالآية ويزدكم قوة إلى قوتكم يقوي عزيمتك على الأعداء الشيطان وغير من الأعداء يعني تصحيح الآية ويا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارة ويزدكم قوة إلى قوتكم نعم الهدية النبوية لمن أدمن الاستغفار ولزم الاستغفار وكان لسانه رطبا بالاستغفار نعم أن كل هم في الدنيا لا يقف أمامه يا الله وكل مرض كل كرب كل ضيق جفاف الدموع تجفف دموع الحزن بالاستغفار يلين القلب يلين القلب تتساهل لك كل مصاعب الحياة تطلع من البيت وما تدري كيف تأتي لك الأمور تترتب أبناؤك يعودون صحتك يبارك فيها كل باب مغلق ينكسر قفله أحبابي يقصع سلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا نعم ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافي وفي رواية ورزق من غير ما يحتسب نعم إذا أتى أحد إلى الحسن البصري فقال إني أريد الولد قال استغفر آخر يريد التجارة استغفر لما أحبابي لأن كلمة استغفار معناها أنك تحقق العبودية للملك الغفار جل وعلا كأنك تقول أنا عبدك الضعيف أذنب دائما لكن يا ربي سألوذ بجنابك وسأطرق بابك وسأطلب منك أن تغفر هذه الذنوب التي لحقتني وكم ذنب ذنوب لا حد لها ولا عد شيء نعرفه شيء ما نعرفه أحصاه الله ونسوه ولذلك دائما إذا فتح الله على لسانك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فتأكد أيها المؤمن أن الله إذا فتح لك باب أستغفر الله أنه سيغفر سيفرج سيعطيك سيعطيك حتى والله عقلك يأتيه دهشة الله إذا أعطى أدهش العقول الله إذا أعطى يدهش عقلك من كيف؟ طيب يا شيخ هذا كربة أنا مريض مرض أنا مديون أنا أولدي ظال أنا ألزم الاستغفار أنا عقيم الطباء يقولون لا ولد ما يمكن في حمل ما في حيوان منوي ما يوجد بويضة يا أخي الحبيب استغفر استغفر هذا العظيم الذي أمرك أن تستغفر وعدك أن يفرج كربك الله أكبر فيا معاشر الأحباب السلام عليكم الغناء بوابته الاستغفار العافية بوابته الاستغفار الاكتئاب ذهابه بوابته الاستغفار الحزن خروجه من القلب بوابته الاستغفار من شراح الصدر بوابته الاستغفار صلاح الذرية بوابته الاستغفار استغفار اللسان مع القلب وليس تحريك اللساني فقط كل هذا في الاستغفار كل هذا في الاستغفار لا إله إلا الله طيب شيخنا خلني أختم بنقطة أو أمر جدا أنا أشوف أنه مهم طرحة بعض الناس الآن ربما يقول أني أنا أريد أن أستغفر وتأثرت بكلام الشيخ وسمعت ماذا قال الله وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الاستغفار لكن أنا مثلا أتابع مسلسلات ربما سمعت موسيقى ربما أدخن ربما يعني عاقبت والدي وممكن أستمر فإذا استغفرت يعني مثلا الآن سمعتكم استغفرت الله سبحانه وتعالى وبعد الفطور ممكن أخذني زقارة بره فشو نقول لهذا أولا للذنوب أحبابي يجوز الإنسان أن يستغفر من ذنب مع بقاء ذنب آخر أي من فضل الله يعني لو أن الإنسان لا يستغفر كله يرجع أبيض أبيض كان عجزة كثير من الناس لكنك تستطيع تترك الاستغفار تستغفر من الغيبة وأنت مثل مدخن تستغفر من الموسيقى وأنت مثلا مغتاب وهذه كلها كبائر ليست خاصة الغيبة تستطيع أن تستغفر من ذنب مع بقاء ذنب آخر وتسأل الله أن يعينك على التوبة من الآخر يا أخي ما نخفف الثوب المتسخ الثوب طيب يا أخي ثوبك خلاص مليان ما تغسله الله إزاك خير ممكن تغسله ويعوده باهة اللون لكن على الأقل يلبس يا أخي على الأقل يلبس الاستغفار صابون العصار صابون القلوب والذنوب ولذلك يخفف الذنب ثم كده قلت استغفر الله عندك ذنوب شيء تعرفه شيء لا تعرفه استغفر الله فيها تحقيق للعبودية فيها تحقيق للتوحيد لأنك إذن أستغفر الله إذن أنت عبد وهو سيدك أنت مملوك وهو الملك أنت عبده معبود لذلك إذن تستغفر الله فيها انكسار لذلك من الاستغفار مع بقاء الذنب اللي عندك يتوب الله عليك ولذلك قال تاب الله عليهم ليتوبوا ولذلك أحيانا الإنسان يحتاج إلى أن الله يفتعل باب عشان أتوب تب علي يا ربي ليأتوب تب علي ليأتوب ولذلك رب العالمي إذا رأىك صادق مثل يقول والله ما أحب الدخان والله طفشان لكني مبتلى مثلا ولهذا بعضهم الآن تلقاه شوفها الآن طلع طلع شوف الله يحفظ أقعد الله يحفظ كمل فطورك طلع يبيلع الزقارة بره ها وده ما يترك عياله وده ما يترك المجلس وده ما وده وده لكن الشيطانه قوي وإلحاحاته استغفروا ولو يوجد ذنوب أخرى لم تتوبوا منها افتح الباب لأن الكريم عظيم رحمن واجعلوا هذا اليوم من انطلاقاتنا إلى باب التوبة فهو يوم يختلف عن الأيام كلها وليلة لا كالليالي رمضان وفي العشر الأواخري وآخر ليلة لربما وقد تكون ليلة قدر أربع ميز من أين تأتي بليلة كهذه الليلة يا السلام يعني نقول إذا قبل الله استغفارك معناها ما مضى محي والقادم أكمل معها الاستغفار لعلها أن يحكى أكمل وستفتح لك لذة لذة جميلة ونافذة جميلة الاستغفار من ذنوب أخرى